بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الآن الفئة الثانية هي فئة ضعاف السمع الموجودة هذه الفئة سنتحاور اليوم مع الدكتور فادي نجم حول هذا الموضوع وهو أخصائي سمع عضو هيئة تدريس في جامعة عمان الأهلية وهو أخبير في السمع أيضا الدكتور فادي نجم إن شاء الله الآن أنا كثير مبسوط في وجودك السلام عليكم دكتور يعطيك العافية عليكم السلام دكتور بس بدنا بالبداية تعرفنا عن نفسك وتعرفنا على أنت إيش بتشتغل بالضبط أو تخصصك في ضعاف السمع شكرا جزيلا إليك على استضافة صباح الخير وصباح الخير للمشاهدين الكرام أنا الدكتور فادي نجم عضو هيئة تدريس في جامعة عمان الأهلية وأيضا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أوبتيتونز اللي مقرها في عمان واللي تعنا بتقديم الخدمات لضعاف السمع وأصحاب المشكلات البصرية واللي عندهم صعوبات في النطق أيضا وبقدم خدماتي بشكل مباشر للمرضى من خلال عياداتنا الموجودة في عمان أنا حاصل على شهدتين دكتوراه واحدة منهم كلينيكية من جامعة ميزوري الأمريكية وهي تخصصها الدقيق في فحص وعلاج السمع وأيضا حاصل على درجة البي ايش دي من جامعة كانسس الأمريكية وهي اللي بتخولنا نعمل الأبحاث في هذا المجال أيضا ماشاء الله دكتور يعني إن شاء الله راح تكون الحلقة كثير رايعة في خصوص ضعاف السمع الآن دكتور احنا يعني كثير منسمع عن ضعاف السمع في المشكلة ضعاف السمع بصراحة يعني مش كثير واضحة للناس أو المشاهدين إذا في مجال تحكينا تعريف ضعاف السمع أو أي شيء المشكلة عندهم نعم هناك فرق كبير بين شخص ضعيف السمع والشخص الأصم السمع الطبيعي تعريفه ببساطة هو السمع اللي بيخولنا أن ننمارس حياتنا بشكل طبيعي وبشكل يومي ونتواصل مع الآخرين باللغة المنطوقة بشكل مريح في كل البيئات يعني إذا الشخص في بيئة معينة مثل الضجيج ما استطاع أن يسمع الكلام بشكل جيد هو قد يكون بعاني إلى حد ما من ضعف السمع الآن إذا الشخص عنده ضعف سمع أكبر من هيك احتمال أنه ما يقدر يتواصل بشكل طبيعي مع الآخرين حتى في الأماكن الهادية والناس بتضطر أن يقال لي صوتها بشكل كبير الشخص الأصم هو الشخص اللي ما عنده قدرة أنه يمارس حياته من خلال اللغة المنطوقة أبدا لأنه ما بيسمع الكلام المنطوق بشكل واضح أبدا إذا ما استطعنا أن نساعده فبالتالي بدنا نلاقي حل آخر مثل لغة الإشارة حتى يقدر يتواصل باللغة المنطوقة تمام دكتور يعني هيك الأمور واضحة إن شاء الله ستكون بس بدي أسألك دكتور أنه الآن في بعض الأسر من الأب والأم يعني بدنا نصيحة منك دكتور أو طريقة ترشدنا فيها أنه كيف العائلات ممكن أنهم يكتشفوا ضعف السمع عند الأبناء وإنت بتعرف دكتور أنه في كثير من العائلات يمكن يكون الفقر أو البعد على المستشفيات المراكز الصعب فكيف الطريقة اللي هم ممكن من خلالها يكتشفوا ضعف السمع عند أبناهم؟ لا شك أنه الاكتشاف المبكر لمشكلة ضعف السمع هو أهم نقطة في الموضوع كله كل ما اكتشفناه بشكل أبكر كل ما استطعنا أن نساعد الطفل بوقت أبكر حتى أنه يقدر يطور لغته ويدخل على المجال الأكاديمي بالشكل الصحيح الآن في أعراض ممكن أن نلاحظها على الأطفال اللي عندهم ضعف سمع مثل حسب عمر الطفل إذا كان الشخص عمره أقل من ست شهور احتمال كبير أنه يكون ما بكاغي أو بناغي اللي هي الحركات الطبيعية اللي عند الأطفال مثال آخر الطفل ممكن عند السنة الأولى من عمره ينطق باللغة أو الكلمة الأولى من حياته إذا هاي المسألة تأخرت مثلا صار عمره سنة ومص سنتين ولسه ما في عندنا الكلمة الأولى برضو هاي عرض من الأعراض اللي ممكن الأهل ينتبهوا لها إذا الطفل كان نايم وكان عندنا ضجيج صار مرة واحدة وما انتبه الطفل ما جفل ما صحي برضو هاي من الأعراض اللي ممكن ننتبه لها فبشكل عام الأهل مطلوب منهم أنهم يراغبوا أطفالهم بشكل دقيق وينتبهوا لردود أفعالهم هل هي زي الأطفال الآخرين الطبيعيين أو لا لكن احنا فيه عندنا حل سهل آخر وهو الكشف المبكر والمسح السمعي أو الفحص السمعي فأي شخص بشتبه أو ما بشتبه أنه عند ابنه مشكلة سمعية بقدر يجع عند أخصاء السمع وإحنا بنقوم بفحص سريع جدا إذا كان فيه مشكلة بتبين معنا وبنتحرى بشكل أكبر عن الموضوع إذا كانت الأمور تمام ساعتها بروح وما عنده أي مشكلة تمام دكتور دكتور بدي أسألك سؤال الآن عملية أو مشكلة ضعف السمع عند الأطفال هل هي مشكلة وراثية لأنه كثير من العائلات تحدث عندها مشاكل من قبل الزوج اتهامات للزوجة أو الزوجة بتتهم الزوج في عائلات ممكن تكون ارتفاع درجة حرارة أو البيئة فإيش المشكلة بالضبط أسباب ضعف السمع متعددة وحسب عمر الشخص احنا بنربط ضعف السمع يعني مثال الأشخاص الكبار بالعمر بعد سنة 65 على الأغلب كليتنا بعد هذا العمر رح نحتاج أن نشيك على سمعنا ونفحصه لأنه على الأغلب رح يكون في عنا ضعف في بعض الترددات وممكن نعاني منها بالنسبة للأطفال الموضوع شائك أكثر وفيه أعراض أو أسباب مرتبطة في فترة الحمل أو في فترة الولادة أو في الفترة القريبة بعد الولادة ممكن الأم أنها تكون تناولت دواء معين أو مرضت بفيروس معين خلال فترة الحمل وهذا سبب لها أو سبب للجنين إعاقة سمعية ممكن أثناء الولادة مثل نقص الأكسجين مثل ارتفاع نسبة الصفار في الدم هذه الأمور كليتها ممكن أنها أيضا تعمل ضعف سمع بعد الولادة لا سمح الله ممكن الشخص يقع على راسه يأكل خبطة ممكن يصيبه هو فيروس أو مرض معين مثل النكاف هذا كله يسبب ضعف السمع بالنسبة للعامل الوراثي هو موجود وموجود إلى حد كبير بمجتمعاتنا العربية بسبب كثرة زواج الأقارب لكن مش شغلة كتير بتخوف إذا ما كان عندنا تاريخ حالات مسبق في هذه العائلة لكن إذا تاريخ الحالات مسبق في العائلة وموجود لا بد من أخذ الحيطة والحذر فمثلا إذا كان الأقارب من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية في العائلة سواء كان من طرف الأم أو الأب موجود عندهم ضعف سمع بالذات في الفترة الأعمار العادية اللي عمرنا الآن مش بعد الخمس وستين لا بد من أخذ الحذر ولا بد من أنه يستشيروا أخصائي السمع ولا بد أنهم يستشيروا أخصائي الوراثة لأنه فيه احتمالية أنه يأثروا على الأطفال أيضا الآن إذا كان الأم أو الأب عنده ضعف سمع هنا أكيد لا بد أنه يكون فيه استشارة لأخصائي الوراثة للأسف الشديد فحوصات ما قبل الزواج ما بتكشف هذه الحالات ما بتركز عليها لذلك إذا فيه تاريخ حالة إحنا بننصح كل الناس اللي بعرفوا أو مقبلين على الزواج أنهم يستشيروا قبل أنهم يقوموا بهاية الخطوة إذا بعرفوا عن حدا بقرب لهم عنده هذه المشكلة إذا كان فيه الطفل الأول أو الثاني أو واحد من الأبناء عنده هذه المشكلة نصيحة أنهم يجوا يفحصوا بقية أبنائهم للإحتياط إذا لا صمح الله كان موجود هذا الشيء عشان نتدخل بشكل مبكر تمام دكتور يعني بدنا دكتور نشوف الآن الأشخاص الضعيفين السمع أنه الآن إحنا اكتشفنا الأشخاص الضعيف السمع وهو حسب التصنيف أو التشخيص وجد عنده ضعف سمع فالآن كيف الآلية اللي ممكن أن ندرب فيها هذا الشخص أنه ممكن يسمع في المستقبل ممكن نعالجه أو ما فيه علاج نعم خلينا نوضح شو أنواع ضعف السمع ودرجات ضعف السمع قبل ما ننتقل لهذا الجواب السمع الطبيعي زي ما حكينا هو السمع اللي بيلبي احتياجات الإنسان في مختلف البيئات وبيلبي احتياجاته التواصلية كاملة وهذا بتطلب أنه آلية السمع تكون طبيعية من دخول الصوت للأذن الخارجية وحتى وصولها للقشر الدماغية الآن الصوت بمر في الأذن الخارجية وفي القناة السمعية وفي الأذن الوسطى وبنتقل وبتضخم إلى حد ما بعد هيك بنتقل لسائل موجود في الأذن الداخلية جوا جسم اسمه القوقعة اللي فيها الخلايا الحسية الشعرية اللي بتتحرك وبتعطي إشارة عصبية وكهربائية بتروح من خلال العصب السمعي إلى الدماغ الآن أنواع ضعف السمع مرتبطة بوين المشكلة على المسار السمعي هذا إذا كان فيه عندنا مشكلة في توصيل الصوت من الأذن الخارجية والأذن الوسطى يسمى ضعف السمع هذا ضعف سمع توصيلي يعني عندنا مشكلة فقط في توصيل الصوت إلى الداخل الآن إذا كان عندنا مشكلة في الخلايا الحسية اللي موجودة في الأذن الداخلية يسمى ضعف السمع ضعف سمع حسي من الإحساس لأن الخلايا هاي حسية بتستقبل الصوت الآن إذا كان ضعف السمع موجود في العصب السمعي عندنا مشكلة في بنسميها ضعف سمع عصبي وإذا كانت في الدماغ بنسميها دماغي التشخيص بهمنا أن نعرف وين المشكلة لحتى نتدخل بشكل صحيح ولازم نعرف مقدار ضعف السمع الموجود الآن حل مشكلة ضعف السمع التوصيلي سهل سواء كان إجراء طبي أو غيره حل مشكلة ضعف السمع الحسي أو العصبي عادة بالمعينات السمعية الآن إذا كان ضعف السمع مش كلي يسمى هذا المريض ضعيف سمع إذا كان ضعف السمع كلي يسمى هذا الشخص أصم وكل منهما بنقدر نساعده بشكل مختلف الشخص اللي عنده ضعف سمع إحنا ممكن نعطيه حلول سمعية تساعده أو إجراء طبي يقوم به طبيب الأنفل لأذن الحنجرة لحتى نحلله المشكلة أما الشخص اللي عنده صمم كامل فإحنا بننوجهه باتجاه تعلم لغة الإشارة والتهيئة البيئية المناسبة له الآن دكتور فيه كثير من المؤسسات فيه كثير من المؤسسات بتدعمنا في نهاية الموضوع دكتور إنه إذا فيه مجال تحكينا عن اسم المؤسسات أو الجهات الداعمة للأشخاص طائفين السمع نعم بالنسبة فيه تحديات بتواجه مرضى ضعف السمع التحدياتها في الغالب بتكون مالية ووصمة من المجتمع إنه الشخص اللي عنده ضعف سمع ليش يلبس سماعة السماعات كبار أنا بحب أوجه رسالة من هذا المكان إنه إحنا الآن نحية حقبة ذهبية في الحلول السمعية اللي موجودة سواء كان بمنظرها الجميل اللي يتناسب مع الحياة الحديثة والعصرية يعني أنا ما عندي مشكلة أحيانا بستعمل السماعات الحديثة بسبب التكنولوجيا اللي موجودة فيها أنا بقدر أشبكها بالسيارة بالتليفون إلى آخره لكن المؤسسات اللي أو اللي بدأت تساعدنا هي المؤسسات اللي بدأت تساعدنا مالياً وتزيد التوعية في هذا الموضوع الآن فيه عندنا الديوان الملكي الهاشمي بيحاول أنه يساعد مالياً للناس اللي بدأت تزرع قوقعة أو إنها تركب معينات سمعية عنا وزارة الصحة مشكورة، الخدمات الطبية الملكية، وزارة التربية والتعليم مجلس الأعلى للمعاقين، مجلس الكنائس الأعلى هاي كل يتها بتحاول إنها توفر حلول مالية للناس اللي بدهم سماعات طبية الآن بالنسبة للصم فيه عندنا مراكز خاصة كثيرة وفيه عندنا المجلس الأعلى للمعاقين بيحاول إنه يرعاهم وبيحاول إنه يدافع عن حقوقهم في المجتمع وبيحاول أيضاً نعملهم تهيئة بيئية أفضل الآن أعزائي المشاهدين يعني استمتعنا إحنا بوجود الدكتور استفدنا في معلوماته حول ضعف السماع الموجود أشكركم، أشكر الجميع على مشاهدنا وإن شاء الله نشوفكم يوم الاثنين القادم في حلقة جديدة وبرنامج جديد